ريمي مرحبا بك ما جديد الضحية الجنوبية والداخل حيث أنت في الحقيقة على عكس يوم أمس في هذا الوقت تقريبا انتهت سلسلة الغارات التي شنها الطيران الحرب الإسرائيلي على الضحية الجنوبية هذه الليلة مختلفة تماما إذ أن الغارات حصلت صباحا أو فجرا بعدما كان هناك تحذيرات وتهديدات من قبل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي واستهدفت تقريبا نفس المناطق التي تستهدف بشكل دائم نتحدث عن حارة حريك وأيضا عن الحدث والمناطق المحيطة بضحية الجنوبية وقم قال الجانب الإسرائيلي فأن هذه الاستهدفات هي لمقرات ومنشآت ومصالح تابعة لحزب الله وفيما تراجعت حدة القصف تقريبا الضحية الجنوبية تتقدم السياسة إذا جاز التعبير على الميدان في ضحية الجنوبية مع الزيارات المرتقبة غدا من قبل المفد الرئاسي أيموس هوكستين وأيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت هوكستين سيزور بطبيعة الحار لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب وقائد الجيش العماد جوزاف عون الموضوع الأساسي الذي سيتحدث عنه وكما قال رئيس مجلس النواب قبل قليل للحدث هو القرار 17-01 وكيفية تطبيقه مع العلم أن الرئيس بري قال أنه يرفض إجراء أي تعديلات على هذا القرار فما هي التعديلات التي ستطرح غدا في لقاءاته طبعا الأنظار موجهة إلى هذا الأمر أيضا موضوع آخر في الداخل اللبناني أثار الكثير من التساؤلات هو التصريح الذي سمعناه اليوم لرئيس مجلس الشورى الإيراني قليباف هو التصريح الثاني عن لبنان وحاولنا قبل قليل التواصل مع المعنيين مع الجهات الرسمية لنأخذ تعليق على هذا التصريح ولكن حتى الساعة لا جواب ولا تعليق على ما قاله قليباف ربما غدا خلال هذه اللقاءات والزيارات المرتقبة بين المعنيين أقصد رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس مجلس النواب ربما سيكون هناك تعليق على ما قاله قليباف حتى الساعة هو الهدوء الحذر الذي يسيطر على الضحية الجنوبية ولكن ننتظر كيف ستكون ليلة الضحية اليوم كذلك